منك تعلمنا وبك اهتدينا وعلى خطاك يا نبي ننسير قصص بها سير الحبيب بذكرها القلب يطيبها عطاة وعبار جاء بها خير البشر جاء إلينا رحمته ومنقذته ومعلم هذا الحبيب المصطفى صلوا عليه وسلموا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أشرف خلق الله وأكرم خلق الله على الله وأعظم خلق الله عند الله منزلة ومكانة هذا الأعظم عند الله منزلة ومكانة والأحب إلى الله سبحانه وتعالى مر به في هذه الدنيا أيام عجيبة صعيبة غريبة منها أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان كثيرا ما يجوع وكان يؤثر أصحابه بالطعام وكان يمر عليه شهران لا توقد نار في بيته إنما التمر والماء قد حكى أصحاب السيرة في رواية الصحيحة أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خرج في يوم من الأيام في وقت الظهيرة مع شدة الحر هذا الوقت ما كان يخرج فيه الناس في حر المدينة المنورة والشمس تلفحهم فخرج عليه الصلاة والسلام فوجد أبا بكر وعمر فقال ما الذي أخرجكما يا أبا بكر وعمر هذا الوقت ما أحد يخرج فيه فقالوا يا رسول الله أخرجنا الجوع قال والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكما وأنا كذلك أخرجني الجوع وهذا الجوع الجوع نحن اليوم الواحد يعني لما يقول جعان يعني أنه فطر وتغدى بس ما تعشى الجوع هنا يعني أنه ليومين ثلاثة أيام ما أكل شيء فيقول أخرجني ما أخرجكما فتعالى فمشي معه حتى جاءوا إلى بستان أحد الأنصار اسمه أبو التيهان رضي الله عنه أرضاه فجاء إلى بستان أبو التيهان فوجده في بستانه فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح كثيرا برسول الله كيف لا يفرح هذه الدنيا والآخرة كلها جاءت إلى بيته حبيب رب العالمين دقل إلى بستانه فبسط حصيرة على الأرض ثم ذهب مسرع فاستعذب ماء جاء بشيء من الماء وذهب إلى نخله يتسلق لما رأاه النبي يتسلق النخلة قال له يا أبا التيهان أو يا أبا التيه اقطب لنا أو تخير لنا من التمرات فقط لأن أبا التيهان طلع معه السكين طلع يريد أن يقطع لهم عذق كامل النبي عليه الصلاة والسلام من رحمته قال له يقطب لنا تمرات يعني لقط لنا بس كم تمرت كفينا ثم ذهب مسرعا إذا زوجته وعرف النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجال يريد يذبح له شيئا من الطعام من اللحم فلما رأاه مسرع قال يا أبا التيهان إذا أردت أن تذبح فلا تذبح ذات لبن ولا تذبح كذا يعني جيب لنا أي شاه قربوعة كما يقولون حاجة بسيطة هكذا لا تتكلف كثير فذهب أبا التيهان من فراحه كأنه يطير فجاء لزوجته قال ما أكرم أضيافنا اليوم من أضيافنا عندنا رسول الله وأبو بكر وعمر فأحسني فقامت تطبخ الطعام وتجهز الطعام حتى إذا جاءت بالطعام إلى عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل رسول الله من التمر والماء وطائم من اللحم ولما أكل قال أخذ شيئا من الطعام قال خذوا هذا إلى بيت فاطمة فوالذي نفس محمد بيده إن لها ثلاثة أيام ما دخل جوفها شيء بنته بنت سيد المرسلين ثلاثة أيام وهي لا تجد حتى لقمة واحدة تأكلها ثم يقول يا أبا بكر ويا عمر إن هذا من النعيم الذي سوف تسألان عنه يوم القيامة ولا تسألن يومئذ عن النعيم هذه شوف كيف الآداب كم واحد لو نجلس نعلق على كل فقرة من هذه الفقرات تحتاج إلى شرح طويل إلى تفصيل كثير لكنه عليه الصلاة والسلام متواذع متأدب وصول رحيم مشفق ينتبه من بنته ويراعي ولا ينسى النصيحة والموعظة والتعليم والتربية لأصحابه ثم لما خرج قال يا أبا تيهان إذا جاءنا شيء من السبي فأتنا فلما جاءه شيء من السبي جاء أبا تيهان فأعطاه رسول الله خادمة قال هذه لك ولزوجتك تعين زوجتك يا أبا تيهان فلما جاء قال له ولكن أحسنوا إليها فجاء أبا تيهان إلى زوجته قال رسول الله أعطانا هذه الخادمة وقال أحسنوا إليها قال يا أبا تيهان والله ما أرى أن نوفي كلمة رسول الله بالإحسان إليها إلا أن نعتقها ونطلقها فقال إذا كان هكذا فهي حرة فأطلقوها فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام زوجته قال يا أم التيهان زوجك أي زوجتك أفقه منك فهمت الإشارة ولقطتها وهي طائرة وعرفت أخلاق رسول الله وما يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فما أعجب جوعه وشبعه وأدبه وأخلاقه وعملته مع الكبار والصغار ومع بنته ومع صاحب البنستان ومع زوجته هذه التركيبة العجيبة في تأديبه وإمداده بهذه الأخلاق لكل من حواليه عليه أفضل الصلاة وأتى المساء وعلى خطاك يا نبي نسير قصص بها زيار الحبيب بذكرها الخلب يطيب فيها عطاة وعبار جاء بها خير البجار جاء إلينا رحمة ومنطدة ومعلم هذا الحبيب المصطفى صلوا عليه وسلموا أصلاك والسلام عليك يا رسول الله